من الغونة شوية والفن للسينما السينما جات لك فرصة موصل لك أنا الوحيد اللي ما عملتش بالظبط لأن جات لك الفرصة أنك تكون في السينما بالظبط كده وضيعت الفرصة ما ضيعت نقول إحنا أنت ضيعت إيه ولا تقول أنت يعني مش مشكلة يعني بس الفكرة أنه يعني أنا بعتقد أن الحاجات دي كلها يعني دي أرزاء وأقدار يعني ربنا لو عايزني أمثل وشايف أن أنا ممكن أمثل كان سعيدني أن أنا أمثل بس أنا ما توفقتش يعني لأن كل الحاجات اللي اتعرضت علي في وقتها أنا كنت حاسس أن أنا لا مش عايز أعمل كده ثانية واحدة ده أنت أتعرض عليك دور أحمد السقف في سعيدي في الجامعة الأمريكية أكمل أقول إيه ثاني ودور مصطفى أمر في الحب الأول يعني كلها أفلام نجحة ومكسرة الدنيا وأحمد آدم دور أحمد آدم في فيلم هندي أن أكمل كل ده كنت أحسس أنه يعني مش حاسس بنجاح أنا كنت عايز حد يكتب لي فيلم مخصوص عشان خاطري وعلى شخصيتي وعلى يعني يعني عارف اللي هو فيلم جامعة بكس مش عارف أقوله أحاول لك حاجة يعني ما كنتش عايز أطلع أول مرة غني أبغني مثلا أصدق نايت كلاب يعني مش في نايت كلاب بردو مع ورق واحدة وكده ونتخانق مع بعض على الغنى حسيت أنه يعني أنا مش عايز كده الدور بتاع أحمد الساقة في الفيلم هو عامله هايل وكان صحابه وكانوا يجنينه وأنا بحب الفيلم جدا وبشوفه كل حاجة بس أنا لما قريت الدور حسيت أنه أنا مش أنا مش شامي يعني مش هو دا أو مش هو دا لأنا نفسي عمله وكان فيه فيلم حلو أو اسمه 113 مبابا كاليفورنيا مبابا كاليفورنيا مبابا كاليفورنيا اه كان أوتوبيس 113 بيطلع من مبابا كان إنت وحمد الساقة بردو يروح عند السفارة الأمريكية اه وده الأوتوبيس اللي كنا بناخده وانا ووحمد الساقة عشان نروح نهاجر أمريكا في الفيلم اه وكان فيلم لزيز طب حلو دا رفضتو ليه وكان كاتبه محمود البزاوي يعني اللي هو الممثل الجميل طبعا والفيلم دا كان نفسي عمله اه وقف ما عرفش ليه الفيلم وقف لوحده وانت ما رفضتوه اه يعني لا يعني هو فيه حاجات كتير وفيه أفلام تانية كتير مع طارق العريان ومع يعني مع أسمات كبيرة حسيت أن ربنا مش يعني زي ما انت قلت في الأول مش كاتب لك الحتة دي أو مش عايزك في الحتة دي اه اه يعني لو كان عايدني ربنا ان انا اعتقد ان انا امثل كنت مثلت لان انا دلوقتي بحيث ان انا طب انا نفسي مثل بس امثل ايه دلوقتي يعني يعني انا مش فيني متفسطة مش هادر امثل الأبوار يعني الشبابية أو بتاعت زمان ممكن امثل دلوقتي دور أب مثلا او مثل كده بس انا نفسي امثل يعني لما اكرم اداني فرصة ان انا امثل معهم في المسلسل بتاع الوصية انا حبي حسيتي بسعادة اكرم حسي غارمة اه خالي شام عباس يعني يعني يعزب يعزب اللي نؤلف والملحن بتوعه علشان يعملوله اغنية اه حزينة انا شفته كان جميل اه كان كان جميل او حبيت الموضوع بالنسبالي كانت حاجة مجنونة ولذيذة فاني امبسط